تقيم التحكيم وقاعدوا يتكلموا لكن رفضوا تدخل الأستاذ عمر مسلحي عضو مجلس الإدارة حاولوا أن يحل لكن روي رانا هو اللي أفش فبعد نصف ساعة تقريبا من الخناقات اللي ملهاش أي ثلاثة لازمة دي رجع شارك ولعبت المباراة ويا لتها ما لعبت يعني ما هو نصيب وهو ده القدر إن مهاب ياسر يتصب ونفقده بعد هذه المباراة طيب على مستوى الأندية المختلفة في الكرة المصرية أنا قلبي قلبي مع الإسماعيلي والله يعني موضوع الاستفقات اللي تمت في يناير وكلها واحد تلوى الآخر بيرحل وطريقة عمل الاستفقات وعدم الاهتمام وعدم الاعتماد على اللاعبين أو الاستفادة منهم كلهم بيمشوا كلهم بيهددوا وبيقولوا شيكات وغير موجودة والإدارة بترد عليهم بأن لأ إحنا اللي محتاجين منكم فلوس وضع صعب قوي ومش مريح يعني هو الوضع كمان صعوبته نجا مع النتائج السلبية أتمنى أن لو فيه قدرة على فصل كل هذه الأمور الإدارية عن اللاعبين لأن القائمة دي محتاجة تركيز شديد علشان تعرف تستفيق لأنها حتى بعدما استفقت لثلاث مباريات عادت إلى نتائج ليست جيدة فبقى الوضع على ما هو عليه في ثلاثي الهبوط بالنسبة للدرويش العظماء الإسماعيلي في الزمالك بالمناسبة الجهاز الطبي لنادي الزمالك قال لنا أن محمود حمد الوينش إصابته مش مزمنة سألناه لأن إحنا قرينا السؤال ده والمعلومة دي في كذا حتة أن إصابة حمد الوينش عبارة عن إصابة مزمنة في الركبة فقالوا لنا لأ هو غيابه أساسا بسبب إصابات عضلية في الأيام اللي فاتت الشكوى اللي كانت عنده لكن إصابة مزمنة لأ مش موجودة وما فيش أي مشكلة بالنسبة لللاعب هو إصابته في العضلة الضمة طيب بالنسبة للزمالك فهو مفهوض هو بيخاطب ماريتمو عشان يخلصوا الورق وياخد ورقة تثبت للفيفا أنه هو دفع الفلوس أما على مستوى الكواليس بقى بتاعت جلسة أستاذ مرتضى منصور مع لعبي الفريق كانت أهمها أنه منح كل لعب للفريق عضوية عاملة في نادي الزمالك طيب هو طبعا اللايحة ما فيهاش أنه أن العضويات بتمنح فبالتالي هي حاجة من الاتنين يما مجلس الإدارة قرر على نفقته أنه يصرف للعبين العضويات يما تتعامل العضويات بتقصيد بقى طويل أوي للعبين فتبقى من مستحقتهم لكن ليه اتعامل ده؟ ده شكرا لهم على مجهودهم اللي قدموه في مباراة القمة واللي وصفوها بأنها بداية الطريق نحو قنص لقب الدوري للسنة الثانية على التوليد تفاصيل وتصريحات مرتضى منصور كانت كالتاري سريعا جدا قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك في لقائه باللعبين وبيشكرهم الذين أعطوا درسا في الرجولة وإرادة النصر وقدراتهم على تقديم مباراة جيدة في ظل غيابات عديدة سواء للإصابة أو الإقاف الحكم لم يحتسب رقل الجزاء صحيحة بحسب مرتضى منصور لصالح الزمالك في المباراة بشهادة معظم خبراء التحكيم الجميع قام بتحية لعيب الزمالك بعد مباراة القمة على الأداء الرجولي من الفريق وتغييرات الجهاز الفني في ظل وجود ثلاثة أجيال سعيد بالروح الجميلة التي كانت بين لعيب القطبين في مباراة القمة وسأهدي عضوية عاملة لكل لعب في الزمالك بعد الأداء الرجولي باللقاء سأهدي دي معناها أنه يهدية معناها أنه مجلس الإدارة بيتكفل بقيمتها تغيير زيزو بن شرقي في القمة يعتبر وجهة نظر فنية يجب احترامها الإدارة لا تتدخل في قرارات الجهاز الفني لأن المحاسبة تكون في نهاية الموسم معي خبر ثاني عن الزمالك هقوله لكن بعد ما روح إلى أسوان حيث